أعزائي الطلاب أهلاً وسهلاً بكم إلى محاضرة جديدة من مادة الرسوميات الحاسوبية في هذه المحاضرة سنتكلم عن أجهزة العرض الفيديوية تصميمها وعملها أنواعها تاريخ تطورها بما يتضمن أجهزة المعالجة وأجهزة العرض أي الشاشات أجهزة المعالجة نقصد فيها المتحكم الفيديوية ثم بعد ذلك سوف نتكلم عن نظم الإحداثيات العامة في نظام المعالجة الرسوميات الحاسوبية حيث كنا تكلمنا سابقاً عن أن عملية الإظهار في نظام الرسوميات يبدأ من بناء نموذج لعالم ثلاث الأبعاد ثم يتم إسقاط هذا النموذج ورسمه على شاشة خلال هذه العملية هناك مراحل عديدة في كل مرحلة نحتاج إلى تمثيل الكائنات الموجودة في المشهد من خلال نظام إحداثيات نظام الإحداثيات هذه قد تكون ثنائية الأبعاد أو ثلاثية الأبعاد بعد ذلك سنتطرق إلى أهم التواضع أو الدوال المستخدمة في الرسوميات ونستعرض بشكل سريع طبيعة عملها سنبدأ بجهاز العرض التقليدي الكلاسيكي أو القديم حالياً صار هذا الجهاز القديم هو الكاثودريتيوبس إنبوب الأشياء المهبطية إنبوب الأشياء المهبطية يعتبر هو أول جهاز أو أول جيل لعرض الرسوميات لعرض للإظهار هو أول جهاز إظهار يعني هو شاشة عرض سنتكلم عن مبدأ هذا الجهاز لأنه يشكل الأساس لكل أجهزة العرض ثم بعد ذلك ننتقل إلى استعراض أجهزة العرض الحديثي شاشات العرض الحديثي وستختلف في المبدأ ولكن في المبدأ الإلكتروني طبعاً ستختلف ولكن تمز المحافظة على نفس آلية نظريات وخوارزميات العرض الكام باستخدام الأشياء المهبطية أو باستخدام الجهزة العرض الكتروني الحديثي التي تعتمد على أنصاف النواقل في عمليها نشاهد على الشاشة شاشة عرض تعمل وفق مبدأ نبوب الأشياء المهبطية يتكون جهاز عرض CRT CRT يعني cathodrate U جهاز عرض CRT يتكون من شاشة هذه الشاشة عبارة عن لوح زجاجة مطلب بمادة الفوسفور من الداخل مادة الفوسفور هي مادة مضيئة عندما تتعرض إلى الكترونات تسقط عليها حزمي من الكترونات عندما تسقط على هذه الشاشة حزمي من الكترونات تولد طبقة الفوسفور تولد إضاءة تولد إضاءة محددة من أين تأتي حزمة الكترونات؟ حزمة الكترونات تأتي أو تتولد من مدفع الكترونات المدفع الكترونات هنا عبارة عن أداة لتوليد حزمي من الكترونات الحزم من الكترونات سوف يعمل تصميم الجهاز على جعلها ضيقة قدر الإمكان لتمثل بسقوطها على شاشة العرض نقطة واحدة لاحقاً سندعو هذه النقطة بالبيكسل سنسمي هذه النقطة بالبيكسل وتكون لها أبعاد محدودة ولكنها صغيرة جداً كلما زادت صغر أبعاد هذه النقطة هذه البقعة لنسميها كلما زادت دقة العرض على الشاشة يعني صار كلما ظهرت الأبعاد كلما صار بإمكاننا نعرض عدد نقاط أكتر على الشاشة ودقة الشاشة العرض تقاس بعدد النقاط بالإنش الواحد يعني points per inch point per inch وممكن أن نكون pixel per inch أحياناً هذا مقياس الدقة نعود إلى الحزم الإلكتروني الهابطة على اللوحة الزجاجة المطلب الفوسفور منشأ الحزم الإلكتروني هو المدفع الإلكتروني يتم التحكم بموضع سقوط الحزم الإلكتروني على الشاشة من خلال صفائح الإنحراف يوجد صفائح الإنحراف عمودية وصفائح الإنحراف أفقية صفائح الإنحراف العمودية تتحكم بالإحداثيات Y الإحداثيات الشاقولية العمودية لنقطة سقوط حزمة الإلكتروني على الشاشة فحسب الجهد الكهربائي المطبق على الصفائح الإنحراف يتولد حق الكهربائي يؤدي إلى حرف حزمة الإلكتروني نحو الأعلى أو نحو الأسفل لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة مقرر الفيزياء الكهربائي عن هذا الموضوع أما موضع سقوط حزمة الإلكتروني أفقياً فيتم التحكم به من خلال الصفائح الإنحراف الإنحراف الأفقي من خلال تطبيق جهد معين على صفائح الإنحراف الأفقي يؤدي إلى حرف حزمة الإلكتروني نحو الأسفقياً بمقدار معين يتناسب طرداً مع شدة الحق الكهربائي وبالتالي يتناسب طرداً مع الجهد الكهربائي المطبق على الصفائح إذن عملية العرض على الشاشة لإظهار نقطة واحدة على الشاشة عند الإحداثيات X و Y سوف يتم تطبيق جهد كهربائي VX على صفائح الإنحراف الأفقي وسوف يتم تطبيق جهد كهربائي VY على صفائح الإنحراف العمودية هنا نشاهد أداة أو جهاز يسمى Focusing System الهدف من هذا الجهاز هو تضييق الحزمة قدر الإمكان تضييق الحزمة الإلكتروني نحو وبالتالي تصغير أبعادها أي تصغير أبعاد النقطة المضيئة على الشاشة كلما كانت الحزمة ضيقة كلما كانت الإضاءة على الشاشة بأبعاد أصغير طيب شدة إضاءة نقطة سقوط الحزمة الإلكترونية على الشاشة مرتبطة ب كمية الطاقة التي تحملها الحزمة الإلكترونية كمية الطاقة التي يبثها المدفع الإلكتروني مع الحزمة تتناسب أيضاً مع جهد كهربائي المطبق على مدخل المدفع الإلكتروني إذن تعالوا لنربط المعلومات في بعضها نريد إظهار نقطة ما على الشاشة ولتكون هذه النقطة هنا أحداثياتها X و Y أحداثياتها الأفقية X وأحداثياتها العمودية Y ونريد أن تكون شدة إضاءتها شدة الإضاءة تعبر عن الكسافة اللونية نريد لها كسافة لونية بمقدار I X Y I هي شدة الإضاءة إذن سنطبق جهد كهربائي على صفائح الإنحراف العمودية تناسب مع الإحداث Y وسنطبق جهد كهربائي على صفائح الإنحراف الأفقية تناسب مع الإحداث X وسنطبق جهد كهربائي على مدخل المدفع الإلكتروني تناسب مع شدة الإضاءة في كل لحظة زمانية T يتم عرض نقطة واحدة على شاشة العرض نقطة واحدة بيكسل واحد يتم مسح كامل الشاشة خلال فترة زمانية Delta T يتم مسح كامل الشاشة من خلال خطوط المسح الأفقية خطوط المسح الأفقية هي عبارة عن خطوط أفقية تمثل الإحداث Y يتم مسح الشاشة يقوم المدفع الإلكتروني بمسح الشاشة خطوط أفقية من الأعلى إلى الأسفة من اليسار إلى اليمين كما نرى بهذا الشكل خلال عملية مسح كامل للشاشة على كل الخطوط الأفقية يعني كل الإحداثيات Y يكون قد اكتمل رسم صورة واحدة هذا المبدأ مبدأ المسح وفق الخطوط الأفقية وهو المبدأ المستخدم في التلفزيون يسمى راستر سكان ديسيبلي راستر سكان يعني عملية أنه أنا أمسح خط أفق واحد هذا اسمه راستر باللغة الإنجليزية فالمسح الأفقية عملية المسح الأفقية هي راستر سكان وهو نفس المبدأ المستخدم في العرض التلفزيوني الخط الواحد هذا الخط الواحد يسمى خط المسح لسكان لاين نسميه لسكان لاين أي خط المسح طيب خلال عملية المسح لخط واحد ثم لخطوط أخرى تتغير شدة الإضاءة يعني سوف تتغير الطاقة المحملة للحزم الإلكتروني سوف يتغير الجهد الكهربائي المطبق على المدفع الإلكتروني كل نقطة أحداثيات X كل نقطة مسح أحداثيات X على خط مسح أحداثيات Y يقابلها جهد كهربائي يطبق على المدفع الإلكتروني ليحدد شدة الإضاءة هذه المعلومات X Y و I X اللي هي I, X, Y اللي هي شدة الإضاءة كلها تخزن في جزء من الزاكرة يسمى Frame Buffer يعني Frame Buffer عبارة عن منطقة زاكرية تخزن فيها معلومات الصورة الواحدة وللي يكون الصورة الحالية الصورة التي يتم عرضها الآن خلال فترة Delta T تكون مخزنة وين بال Frame Buffer طبعاً هاي Delta T لنفترض أنه عملية العرض تتم ب بمعدل العرض الفيديوي معدل العرض الفيديوي هو 25 صورة في الثاني يعني مدة مسح الصورة الواحدة 40 ملي الثاني 40 ملي ثاني فإذا أنا عندي 400 خط لنفترض عندي 400 خط مسح أفوقه يجب أن يتم مسحها خلال 40 ملي ثاني يعني كل خط مسح يتم خلال 0.1 ملي ثاني 0.1 يعني 10 الملي ثاني إذن خلال 10 ملي ثاني يتم مسح خط أفوق واحد أي رسم عديد من البكسلات مقدار العرض لنفترض أيضاً أن مساحة الشاشة 4 ضرب 5 يعني 500 بكسل يعني خلال 0.1 من الملي ثاني يتم مسح 500 بكسل عدد البكسلات يعني زاد عن 400 أو نقص عن 400 هو يعبر بشكله بآخر عن دقة العرض عدد النقاط الموجودة في الصورة هو دقة العرض وتقاس بالإنش مثل ما اتفقنا dot per pixel dpi dot per inch عفوة dot per inch dpi نقاط دقة العرض وتقاس بالdpi نقطة dot نقطة per inch نقطة في يعني كزا نقطة في الإنش الواحد طيب بقي أن نشير أنه أنا افترضت لما قلت أنه إذا كان عدد الخطوط المسح حني 400 وعدد البكسلات أو النقاط في كل خط مسح حني 500 فأنا افترضت أنه نسبة نسبة العرض هي 4 إلى 5 الaspect ratio تسمى الaspect ratio اللي هي نسبة العرض للشاشة يعني عدد البكسلات البيكسلات مقسومي على عدد خطوط المسح عدد البكسلات في الخط الواحد مقسومي على عدد خطوط المسح هذا يسمى نسبة العرض يعني 4 على 5 بهذه الحالي عدد البكسلات عدد البكسلات مقسومي على عدد خطوط المسح يعني 5 على 4 الرقم اللي افترضنا نحنا 5 على 4 نأتي إلى نقطة أخيرة أنه نحنا اتفقنا أنه قيمة الجهد الكهربائي المطبق على المدفع الإلكتروني والذي يحدد شدة الإضاءة قلنا مخزني في الفريم بفر والفريم بفر هو ذاكرة والذاكرة هي مجموعة من البتات عدد البتات المستخدم لتمثيل شدة إضاءة كل بكسل يسمى بالعمق لاحظ هذا العمق هو ليس عمق جيومتري هندسي هو عمق رقمي منطقي يعني عدد البتات مثلا نستخدم 1 بايت 8 بيت لكل بكسل فالعمق هو 8 أحيانا نسميه بيت بلينز مستويات البت هذا عدد البتات الطريقة الأخرى للمسح هي طريقة المسح العشوائي وليس الطريقة المسح الأفقي في هذه الطريقة لا يتم المسح فقط خطوط إنما يتم الانتقال من نقطة إلى أخرى حسب الشكل الذي نريد رسمه يتمثل النقاط الشكل على شكل أشعة في نقطة الزاكرة ويتم الانتقال من بكسل إلى آخر حسب الشكل المطلوب وحسب تسلسل الورود هذه النقاط في مصفوفة الأشعة أو في شعاع العرض تسميه فيكتور فيكتور ديسيبلي يمكن أحيانا نسميه ديسيبلي ليست ويمكن أن نسميه فيكتور فايل يعني ملف الشعاع أو قائمة لائحة العرض لا يختلف موضوع الدقة ونسبة العرض معدل لإبعاد الشاشي الاسبيكت ريشيو بين النوعي العرض العرض العشوائي والعرض المسح الأفقي يعني عرض المسح العشوائي وعرض المسح الأفقي يتوافق من حيث مبدأ الدقة الريزيليوشيوشيو والاسبيكت ريشيو ماذا عن الشاشات الملونة بعد ذلك ظهرت الشاشات الملونة معلوماتنا الفيزيائية بتقول أنه حتى نحصل على لون معين لازم ندمج ثلاث ألوان مع بعض كل لون يكون له تردد معين فيظهر لنا بلون معين اللون هو تابع للتردد مثل ما بنعرف فحزمة أشعة بتردد ما حزمة أشعة بتردد ما يكون لها لون ما موافق لهذا التردد فإذا نحن نفترض أنه عندي أنا ثلاث مدافع الكترونية بدل المدفع الواحد ثلاث مدافع الكترونية كل المدفع يبث حزمة الكترونات تمر هذه الحزمة الكترونية على فلاتر تسمح لها بإسقاط الأشعة بالطاقة والتردد المعين لتولد إضاءة بتردد معين يعني لتولد حزمة إضاءة بتردد معين وبالتالي بلون معين دمج هدول الألوان الثلاثة مع بعضون يظهر لنا لون مختلف إذن نحن لو جينا دقققنا بأي شاشة عرض ملونة لو دققنا فيها بشكل دقيق ممكن اللحظ حتى بالعين المر الجر دي ولكن دكون أجسام دقيقة يكون البكسلات عبارة عن ثلاث أنواع من البكسلات كل واحد منها ملون بلون مختلف أخضر أحمر أزرق ومرصوف إلى جانب بعضها البعض وفق نمط معين فكل ثلاثة منهن يعتبروا بكسل واحد وتعطي لون واحد معين يتم دم مزج مع بعض اللي تعطي لون واحد معين وبالنتيجة كعرض كله تظهر لنا صورة ملونة فلاحظ العرض على الشاشة كل بكسل يعني كل لون يعرض بشكل منفصل لا يوجد دمج للألوان لا يوجد دمج للألوان بالحزمة الالكترونية فقط كل حزمة الالكترونية تضيء لون معين يعني هذا المدفع الالكتروني اللي أنا سمي بي مهمته يسقط حزمة الالكترونية بتردد معين على شاشة العرض شاشة العرض سوف تتألق بلون أزرق عندما يسقط عليه هذا الشعاع الالكتروني ونفس الكلام ينطبق على المدفع الالكتروني G اللي يولد لون أخضر والمدفع الالكتروني R الذي يولد لون أحر نأتي الآن إلى أنواع شاشات العرض الحديث سنبدأ سنبدأ بعرض ما يسمى بلات بانيل بسيبلي أجهزة عرض الشاشات المسطحة أو الواحي المسطحة لنسميها فمنها ما يسمى بلاسما بانيل ومنها ما يسمى ثن فيلم ديسيبلي البلاسما بانيل عبارة عن لوحين زجاجيين لوحين زجاجيين هذا لوح لاحظ أنا عبعلم المقطع الجانبي وبالتالي امتداده باللون الأزرق الفاتح هذا لوح زجاجي ولوح آخر من الجهة هنا هذا أنا بعلم كمان المقطع له كمان لوح زجاجي يثبت عليها هذين اللوحين من الداخل صفائح أفوقي وأخر عمودي متصالبي من جهة أفوقي ومن جهة عمودي ويتم ملء الفراغ بين اللوحين الزجاجيين بالغاز بمزيج غازك عند تطبيق جهة كهرباء على هذه الصفائح الأفوقي من جهة والعمودي من جهة يتألق يتأين الغاز ويضيق هذا مبدأ لوحات البلازمة أما مبدأ لوحات الفين فيلم الفيلم الرقيق فيتم ملء الفراغ هنا بين الفراغ بين الصفائح العمودي والصفائح الأفوقي بدل من الغاز يتم ملء بلوح من الفوسفور المضي المبدأ نفسه تطبيق جهة الكهرباء على الصفائح سيؤدي إلى إضاءة الفوسفور طلابي العزاء سنتوقف هنا نأتي إلى نهاية الجزء الأول من المحاضرة الثاني في الجزء الثاني سنتحدث عن أجهزة التحكم الفيديوي وتصميمها في النظام الحاسوب